السلام عليكم. مرحبا للمتتبعي قناة الحميدي. إذن إن شاء الله من خلال هذه الحلقة هذي غذينا نهضر إلى آآ واحد جوجد النقاط هي أساسية ليعطيتها العنوان ديال توجيه المدرسة. إذن قبل ذلك النسل ما مشتركهاش في القناة كانت منها لأن نشترك في القناة وتفعل زر الجرس. وباش هكو إن شاء الله توصل بكل جديد كنحطوه على آآ القناة اللي هي قناتكم قناة الحميدي. إذن غذينا نهضر على النقاط اللي هي على الشكل التالي. إذن غذينا نهضر على حصص ومعاملات المواد حسب كل جدع مشترك. لأن كين واحد العدد منكم كي حسابه بأن آآ آآ الحصص والمواد والمعاملات عفوا اللي يعني تعود عليهم في الثلاثة إعدادي راه نفسهم اللي يلقاء في الجدع المشترك يعني من بعد التسعة. وخاء ركاين الفرق كبير واتشي اللي غدي نشوفو إن شاء الله من خلال هذه الحلقة. والنقطة الثانية غدي نهضر على أفاق الشعب العلمية والشعب الأدبية. بعض الأفاق مش يقول شي لأن الأفاق كثيرة بزاف حقيقة يعني لا بغيت نقول لعيني الأفاق كلها خصني آآ على الأقل واحد ثلاثة دي الفيديوهات أو لا أربعة. وخاء إذن غدي نبدأ. إذن شوفوا معي هنا الناس اللي غدي تعمر الجدع المشارك ديل تعليم الأصيل. خاء. إذن ها هما آآ يعني vais نشوفوا الحصص عندنا الحصص عندنا المعاملات ديلها ها كما كتشف معي إذن عدن هنا ايا التعليم الأصيل عندنا الحصص. غدي قرأوا شو غ اي قرأوا Іقرأوا تفسير الحديث الحصة يعني فيها ثلاثة ديل السواع ويقرأوا مفقه الأصول ثلاثة سواع غداقارو التوتيق يقرأو اللغة العربية اللي غيكون فيها خمسة ديل السواع والمعامل ديالها ربعة. واشوفوا معي تفسير الحديث później يعني ت движب Coronavirus ينهاdو والwickه اصول معامل جوان ديلو اربعة, سيقرؤ الفلسفة جسوع اربعة Corporate رياضيات sonat. الثقافة الفنية كانت المؤسسة لأنها الثقافة الفنية لا يقرأ بالنسبة للتعلم الأصل العلوم الحياة والأرض سيقرأوا ساعة وحدها والمعامل له الفيزياء والكيمياء لا يقرأ العلوم المهندس لا يقرأ التربية البدنية لديهم والمعامل لها المواظبة والسلوك كل معامل لها هو واحد ثم نضح العلوم والإدادة لا يقرأ هذه الثقافة النقطة نقرأ التوتق أي الساعة والمعامل لها أي التربية الإسلامية أي المعامل لها سرقبы أو ما يقرأوا في الثلثة إحداثة تقرأ أربعة تسواع في الجيدة عن الأدب والعلم الإنسانية ستقرأ خمسة تسواع والمعامل لها أربعة بينما كانت تقرأ أربعة تلثة إحداثة عن فلميار الفلسفة التاريخ والجغرافيا التاريخ والثقافة ثقافة 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 care التربية البدنية جسوع ومعامل جوج وموضب وصولك الحصاص هنا لغة عمار جيد العلوم لا يقرأوا تفسير الحديث لا يوجد تلفيق الأصول يقرأوا التربية الإسلامية جسوع المعامل لها جوج اللغة العربية الفلسفة التاريخ الجغرافية جوج معامل لها جوج اللغة الفرنسية المعامل لها 3 اللغة الاجنبية الإنجليزية الإعلاميات جسوع المعامل جوج معايير الرياضيات يقرأوا 5 سوع ومعامل 4 العلوم الحياة للأرض 3 سوع والمعامل 4 ونرى شاهدت que بشر خلوة 3 سوع المعامله لها 4 الفيزياء والكيميا الربعات السواي ومعاملها 4 لا التقرأ علوم المهنديس والتربية البدنية إلى ذلك يرى صلى الله عليه وسلم الجدع التكنولوجي لا يوجدهم الفقه للتفسير والحديث وفقه الأصول والتوطيق لا يوجدون ت Nikola's تربية الإسلامية والسواي واللغة العربية مهم أنتم لذل ما يرونون يرون اللغة الفرنسية الربعات السواي والمعامل الثلاثة نشوف هنا العيني اللي عندهم سواع بزاف والمعاملات العالية. الرياضيات خمسة سواع والمعامل ربعة. الفيزياء والكيميا أربعات سواع والمعامل ربعة. علوم المهندس سيقرأوها في علوم في الجدع التكنولوجي عندهم ثلاثة سواع والمعامل أربعة. وخب. علش عطيتكم عن هذه المعاملات؟ بشكل الأقل تكونوا عني المواد تتكون العدد السواء يعطيكم المعاملات بشكل إن شاء الله من اللي غتكونوا تطلعوا يعني آآ لهذا هاد الجدوع المشتركة أو لهذا الشعب اللي انتو ما عمرتوه. الأقل تكونوا عنكم واحد الفكرة عارفين شحالك تقرأ يعني من المادة وعارفين المعامل ديالها وعارفين واحد المجموع من الحويج. مش هي أنك طالع من تلتا إعدادي وما عارفت حاجة على هذيك الشعب اللي انت غادي تقرأ واللي عمرتي. وخب ده بغد ندوز لكم آآ لبعض الأفاق غير بعض الأفاق ماشي الأفاق كله وإنما لأنك ما قلت لكم كين عاداد الخدامي إن شاء الله اللي ممكن أنكم تخدموا سواء من بعد الباكالوريا مباشرة أو اللا يعني من بعد آآ ولوجكم يعني لهذا المدارس اللي غتكون يعني من بعض الباكالوريا غتقرأوا فيها ومن بعد إن شاء الله عاد بإمكانكم أنكم يعني تخدموا وخب شوفوا هنا جدع المشتركة إذن الجدع المشترك للتعليم الأصل إذن الجدع مشترك للأدب والمعنسانية جدع المشترك العلمي وجدع المشترك التكنولوجي هنا المؤهلات المطلوبة مكتهمناش لكي نحن هو أمثلا للآفاق المهنية للجدع إذن عندكم جدع المشترك للتعليم الأصل بالنسبة لي غادي عمر هاد الشعب هذي شنو هي الأفاق يعني شنو ممكن يدير من بعد الباكالوريا أو لا يعني من بعد يعني بعد ما يقرأ في المدارس أو لا المعاهد أو لا يعني الجامعات بإمكانه أنه يدير تدريس أو تدريس يعني قري يا أستاذ التعليم الإعدادية أستاذ التعليم الابتدائية أستاذ التعليم الثانوية أستاذ جامعي المحامات ممكن يقول لي محامي المهن القضائية قاضي بحل شب العدول وبحل أن الموثق بعض المهن في الميدان العسكاري وشب العسكاري ميدان الشب العسكاري تنقذ بها مهم كل ما هو على قبل عسكر وبكل أنواعي وشب العسكاري بحل شب العسكاري بحل شمسل بحل وقاية المدنية بحل التقنية المتخصصين في المياه والغابات اللي احنا كنسميهم البراكدية للغابات وخا هاتشي كل شيء يعني بإمكانكم أنكم تدفعوا لي عندنا الجيد علم مشترك الأدب والعلم الإنسانية عندهم أيضا تدريس عندهم المحامات عندهم المهن القضائية عندهم الصحافة هاتو اللي صحفي ولكن هاتشي هذا رماشي أنك إلاج تجيب عشرها وبإمكانك أنك تدفعيني لهذا المهن هادو هادو كين الميهن اللي كتقبل على طبعا يعني الباك مقبول أولا يعني بميزة ضعيفة وكين بعض الميهن اللي خصك تكون جايب نقطة عالية وعالية بزر من ضمنهم الصحافة يعني خصك تكون كتقن يعني تكون متقن للغة الإنجليزية واللغة الفرنسية وأيضا اللغة العربية وتكون عجيبة يعني نقطة مزيانة في الباكرة والريد يالك هنا عدنا التنشيط المصرحي والفني والثقافي هذا حقيقة هاد الميهن هدي ولت مقبولة أنتي ممثلين أنكم تديروا يعني تنشيط في الإداعات إلى غير ذلك وبعض الميهن في الميدان الإسكاري وشب الإسكاري واتمريدين الممرض هنا فيما يتعلق الجيد على المشترك العلمي شوفوا الجيدة بكل صدق بكل معكم يعني صادق جيد على المشترك العلمي وجيد على المشترك تكنولوجيا عندهم أفاق بزاف يعني عندهم بزاف الخدامي اللي يمكن أنهم يديروا إلى قرنهم مع جيد على المشترك للأداب والعلوم الإنسانية او لجهد مشترك ديال التعليم الاصعل عندهم الجهد مشترك العلمي عندهم الهندسة مهندس في مجالات كثيرة عندهم الطب، الصيدالة، البيطار عندهم التمرض، الودريس الملاحة، الاندون إعلام، الميدان العسكري عندهم التمرض، التعمير عندهم تسير وتدبير وإلى غير ذلك من المهان حقيقة الكثير وكثير في الزاف ولكن خاص إلى بعد تدخل المدارس الزوينة يعني لبسيط خدمة زوينة خاصة تجيب نقطة زوينة في الباكالورية. آآ وايضا يعني كده نفس الشيء بالنسبة الجيدة المشترك التكنولوجيا عندهم الهندسة الكهربائية والالكترونية الهندسة الميكانيكية الصينية تدريس الميديا العسكري وشبه العسكري والتمريض الى غير ذلك من المهن لكثير وكثير بزاف. ان شاء الله من اللي غادي توصلوا يعني آآ الباكالورية آآ را يعني آآ ديك الساعة غتعرفوا ان يوح المجموعة من الميهن. ورا آآ كين بعض الميهن اللي هدرت عليها آآ في القناة آآ ديالي. اخا مهم. الى كان عندكم شي تساؤل اولا قولوا لي آآ شنو بغيتوا تديروا ان شاء الله يعني من بعض الباكالورية ديالكم. اولا قولوا لي يا شنو هي المهنة المهنة اللي كتعجبكم كنتوا كتحلموا آآ بها آآ يعني من اللي كنتوا آآ صغار. اخا مهم آآ بكل سيء اذا بنتوا ما ركزوا على آآ قرأتكم ان شاء الله يعني من بعد ما غديروا يعني هاد الشعب اللي انتم ما غدي تختاروه ولكن ولكن دي ما تنقولها حاولوا انكم تقرأوا مزيان باشا هوك يعني آآ تقدروا تدخلوا للمدارس زوينة اللي انتم ما غدي تلقوا فيها راحتكم اللي هتخول لكم تخدموا خدمة زوينة طبعا بصالة يعني بالفلوس عالية. طبعا. اذا حد موفق الجامع وإلى الحلقة القديمة ان شاء الله.